ضحكات الأطفال بين الفينة والأخرى لا تستطيع حجب المأساة التي يعيشها هؤلاء برعاية أممية ذلك أن وكالات الأمم المتحدة لا تصل إلى هذا المكان إلا مرة كل ثلاثة أشهر تحت الجبال الشاهقة على أحد سهول الساحل الغربي اليمني يجمع مخيم المخزن هذه الأكواخ المبنية بالطوب والعصي والأغطية البلاستيكية ملاجئ مؤقتة لا توفر حماية تذكر للأسر التي فرت من نيران الحرب الشمس والبرد والعراء والجوع والعطش والمرض كلها اجتمع على قاطني مخيم المخزن وهو واحد بين كثير من المخيمات في اليمن لا فرش لا بطانيات لا خيم لا أي معاناة عن أي حيم لا حصل لناش منها يستضيف المخيم نحو 900 نازح وقد أقيم مجانا في حقل ذرة لأحد المزارعين خارج مديرية عبس ويقول النازحون إن حقل الذرة ذاك أضحى مقبرة لجثث أحبائهم الذين رافقوهم في رحلة الفرار من لهيب المدافع معظمهم نزح في صيف العام الماضي من مسقة رأسهم مديرية حريضة نحو 48 كم إلى الشمال بمحاذاة الحدود السعودية حريضة التي تبدو اليوم خاوية على عروشها جراء الضمار الكبير الذي لحقها بنيران الميليشيات الحوثية رياض عشور العربية ترجمة نانسي قنقر